أكد طارق بين أبو البشر مدير عام وزارة الزراعة بشمال كردوفان أن انتاجية هذا العام بالولاية عالية خاصة محاصيل الذرة والسمسم بمحليات أمروابا الرهد والشيكان وأعلن خلال مخاطبته يوم الحقل بقرية الحجارات بمحلية الرهد بودكنة الذي أقامه برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود أعلن أن زبزارة الزراعة وهيئة البحوث الزراعية قد وفروا التقنات التي ساهمت في هذا الانتاج كما من جانبه أشهد خالد الشيخ المدير التنفيذي لمحلية الرهد بودكنة بإنتاج منطقة الحجارات من المحاصيلة الزراعية المختلفة مبينا أن المحلية تقدمت الدعم عبر إدارة الزراعة داعيا إلى التوسع في الاهتمام بالثروة الحيوانية